السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات تحية طيبة لكم يوم الخميس الثلاثين من شهر زبتمبا 2021 أهم أخبار ألمانيا سجلت في الاربع وعشرين ساعة الأخيرة 12150 حالة وتوفي 67 شخصا عدد الحالات الجديدة لكل مئة ألف نسمة هو 63 عدد الأشخاص الذين حصلوا على جرعتين للقاح 53.565.314 أي ما يعادل 64.4% من إجمالي سكان ألمانيا حزب الخضر والحزب الليبرالي اجتمعوا أصدقائي كما قلت لكم يوم أمس مع بعض رؤساء الأحزاب وحاولوا أن يقربوا من وجهات النظر بينهم لأن أفكارهم مختلفة كثيرا وهدان الحزبان الصغيران هم من سوف يحددون من سوف يكون مستشارا لألمانيا حزب الخضر والحزب الليبرالي FDP قرروا مجددا اللقاء يوم الجمعة كي يتحاوروا ويزيدوا من تقريب من أفكارهم أصدقائي بعد ذلك سوف يقوم حزب الخضر بالاجتماع مع الحزب الاشتراكي حزب SPD الذي مرشحه السيد شولتس وسوف يتحاورون مع بعض ويتفاوضون من أجل تقريب الأفكار بعد ذلك سوف يقوم أيضا الحزب الليبرالي FDP باللقاء مع حزب SPD الحزب الاشتراكي وأيضا مع السيد شولتس من أجل أيضا تقريب الأفكار بينهم أصدقائي لكن الحزب الليبرالي حزب FDP يرغب رغم ذلك التحاورة والتفاوضة مع حزب CDU و CSU لأن أفكار الحزب الليبرالي اللي هي أفكار ليبرالية أفكار اقتصادية أفكار لتخفيض الضرائب على الأغنية وعلى الشركات أفكار لصالح الشركات ولصالح الأغنية ولصالح المصانع إلى آخره أفكارهم مقتربة كثيرا من أفكار حزب CDU و CSU الذي تنتمي له السيدة ميركل وهنا تبدأ آمال كبيرة عند السيد لاشت لأن السيد لاشت آماله الوحيد كي يصبح مستشار ألمانيا هو حزب FDP الحزب الليبرالي فيرغبون أيضا بالتفاوض معه لكن حزب CDU و CSU نعرف بسبب النتيجة التي حصلوا عليها بالانتخابات السيد لاشت عنده مشاكل كبيرة جدا هناك داخل الحزب وهناك انقسام كبير داخل حزب CDU و CSU نعرف بأنه رئيس حزب CDU هو السيد لاشت لكن رئيس حزب CSU هو السيد زودة ونعرف كلنا الخلاف الكبير بين السيد لاشت وبين السيد زودة فالسيد زودة حاكم مقاطعة بيرن أصلا غاضب جدا ولا يستطيع أن ينسى بأن السيد لاشت هو السبب في أنه ضاع منه حلم أن يصبح مستشار ألمانيا لذلك السيد زودة أصلا داخل تجمع واتحاد حزب CDU و CSU لا يرغب أصلا أن تنجح المفاوضات ولا يرغب أصلا أن يصبح السيد لاشت هو مستشار ألمانيا فمن صالح السيد زودة أن لا تنجح المفاوضات مع CDU و CSU وباقي الأحزاب ومن صالح السيد زودة أن يدخل حزب CDU و CSU إلى المعارضة لأنه هكذا سوف يخرج السيد لاشت من اللعبة ويصبح السيد زودة هو الشخصية القوية لذلك السيد زودة سوف يعمل المستحيل على أن تفشل المفاوضات كي لا يصبح السيد لاشت هو مستشار ألمانيا والسيد زودة سوف يعمل المستحيل كي يصبح السيد شولتس من الحزب الاشتراكي هو مستشار ألمانيا أصدقائي لأنه غاضب من السيد لاشت السيد لاشت يعتبر أنه سرق منه الحلم حلم أن يصبح السيد زودة هو مستشار ألمانيا لذلك صدقوني السيد زودة سوف يعمل مشاكل كثيرة كي لا ينجح أي اتلاف يجعل من السيد لاشت مستشار ألمانيا هذا ما يقوله المحللين وهذا ما يروه المحللين في ألمانيا لذلك هناك الكثير يظنون بأن السيد شولتس بالأخير هو من سوف يصبح مستشار ألمانيا مع حزب الخضر والحزب الليبرالي لكن بالسياسة كل شيء ممكن نفترض مثلا أن السيد زودة قال له أنت ستصبح مستشار ألمانيا وسوف نخرج السيد لاشت من اللعبة فهنا ممكن أن تكون إمكانية حصول ائتلاف جامايكا ويصبح السيد زودة هو مستشار ألمانيا صراحة الآن كل شيء أصبح ممكنا بعد الانتخابة أتابعوا الموضوع سنمر الآن إلى باقي الأخبار بعجال أصدقائي الأبناء والبنوك أصدقائي البنوك تخطط مجددا لعمل فوائد عقابية ما يسمى بشتخاف تسينزن للناس الذين عندهم حسابات بنكية وقاموا بتحويش بعض النقود تحويشة العمر البنوك تريد أن تعاقب الناس وتضغط على الناس كي يدفعوا فوائدا على تلك المبالغ التي يضعونها في البنك هناك بنوك ترغم من حوش ومن جمع مبلغ 100 ألف يورو على دفع 0.5% أو 1% كفوائد عقابية على تلك المبالغ الموضوعة في البنوك وهناك بنوك تعاقب من عنده 50 ألف يورو تحويشة العمر يعاقبونه ويقولون لأو أنت عندك 50 ألف يورو في البنك الخاص بنا سوف تعاقب وسوف تدفع عليها فوائد 0.5% أو 1% وهناك الآن بنوك ترغب أن تبدأ بـ 5000 ألف يورو وتقول بأنه حتى من عنده 5000 ألف يورو يجب أن يدفع على تلك الخمسة ألف يورو فوائد أصدقائي فالبنوك الآن بدأت تضغط على كل الناس الذين حوشوا تحويشة العمر الذين حرموا نفسهم مدة طويلة من أمور كثيرة كي يحوشون ويجمعون مبلغا أصدقائي يرغبون الآن بعقابهم إما أن تصرف ذاك المبلغ أو تدفع عليه ضريبة أو تدفع عليه ثوائد عقابية لأنه تضع عندنا مبلغ فلاحظوا معي الآن كيف يتعامل البنوك مع الناس أصدقائي بطريقة سيئة كأنه نحن السبب في المشاكل التي حصلت للبنوك البنوك هي من كانت تتلاعب بالملايين والملايير في البورصة والمضاربات وعدد كبير من البنوك أوصلوا نفسهم إلى الحالة التي هم فيها الآن من إفلاس فالآن يعاقبون الناس إما تقومون بصرف المبالغ التي تحوشتم أو سوف نقوم بعقابكم وتدفعون عليها غارامة 1% أو 0.5% سنمر إلى موضوع آخر أصدقائي إن خفضت مجدداً نسبة العاطلين عن العمل في ألمانيا ليصل عدد المسجلين كعاطلين عن العمل في مكتب العمل أغنتر فير أربايت هو 2.4 مليون شخص السبب هو تحسن وضع العمل في ألمانيا بعد هذا الوباء لأن بدأ يتحسن بدأت الشركة تبحث على ناس فبدأت الناس تجد عمل لكن لكن رغم ذلك يجب وأتمنى أن يتم تحسين المرتبات وتحسين ظروف العمل لأن كثير من الناس يعملون بطبيعة الحال يجدون عمل لكن بمرتبات ضعيفة وضرائب قوية وظروف عمل قوية وإذا تكلم العامل أو الموظف يتم طرده بشكل تعسفي وشكل سريع خصوصاً ما يحصل عند بعض شركات لايفيرما أو شركات سايت أربايت لذلك نتمنى رغم ذلك تحسين ظروف العمل ألمانيا قلقة من سنة 2035 لم تعود بعيدة سنة 2035 الأعمار بيد الله بطبيعة الحال لكن هنا في ألمانيا يفكرون بخصوص المتقاعدين ويقولون بأن في سنة 2035 سوف ترتفع نسبة الأشخاص الذين سوف يدخلون ويدكونون في سن التقاعد وحسبوا بأن يمكن أن يكون 20 مليون شخص من سكان ألمانيا في سن التقاعد وهنا خوف كبير جداً لأن صندوق التقاعد لن يكون قادراً على تحمل مصاريف هؤلاء الناس 20 مليون شخص أيضاً سيتكون هناك قلة الشباب يعني الناس الذين سوف يخرجون إلى التقاعد أكبر من الناس الذين هم شباب فرص العمل قليلة فيفكرون كيف يمكن أن نحل هذا المشكل هناك بعض الاقتصاديين يقولون الحل الوحيد هو الهجرة الهجرة السمح لعدد كبير من الكفاءات المهاجرة أن تدخل إلى ألمانيا وتسهيل قانون الهجرة لألمانيا والعمل في ألمانيا تحسين ظروف الأطفال تشجيع الناس على الولادة وأيضاً تقوية الاقتصاد كي تصبح هناك وظائف كثيرة في ألمانيا موضوع آخر أصدقائي ألمانيا تعاني كثيراً من قلة الطباخ يعني من يعمل كطباخ في المطاعم والفنادق الآن عدد كبير من الفنادق والمطاعم تبحث على طباخة أو مساعد طباخ لا يجدون طباخة السبب هو أنه بسبب الغلق التي عرفته الفنادق وعرفته بعض المطاعم كثير من الناس كانوا يعملون في مجال الطبخ أو مساعد طباخ وتركوا المهنة لأنه أغلق المطعم فبحثوا على عمل جديد والآن يعملون في عمل آخر وهم الآن فرحين مبسوطين بمرتبهم الذي الآن أحسن من المرتب الطباخ الذي كانوا يحصلون عليه من قبل لذلك هناك قلق وخوف كبير لأنه للأسف مهنة الطبخ في ألمانيا مرتبها ضعيف ولم تعد تجديبه عدد كبير من الناس للعمل فيها أيضا قامت شركة يوتيوب أصدقائي بحدف قناة روسيا اليوم الناطقة بالألمانية أصدقائي حدفت في اليوتيوب بتهمة أنها تقوم بعمل فيديوهات مثلا فيديوهات فيها فيها معلومات خاطئة عن اللقاح عن ألمانيا إلى آخره روسيا جدا جدا غاضبة وتقول روسيا بأن الحكومة الألمانية هي وارع هذا العمل أنه اليوتيوب حدفت القنوات قنوات روسيا اليوم يعني روسيا اليوم راشا توداي اسمها أغتي ألمانيا حدفتها الحكومة الألمانية تقول أنه ليس لعلاقة بحدف قنوات روسيا اليوم الناطقة بالألمانية روسيا غاضبة وترغب روسيا الانتقام من هذا العمل وهددت الآن اليوتيوب إما يرجع يفتح قنوات روسيا اليوم الناطقة بالألمانية مجددا أو سيتم حدف اليوتيوب داخل الأراضي الروسية وأيضا الحكومة الروسية ترغب بمعاقبة ألمانيا لأن الحكومة الروسية تتهم ألمانيا بأنها وراء هذا الغلق وترغب بغلق أيضا القنوات الألمانية في روسيا مثل قناة دوتشوفيلي أو مكتب القناة الأولى إلى آخره ألمانيا تقول أنه ليس لعلاقة بالأمر واليوتيوب يتهم القناة الروسية الناطقة بالألمانية بأنها تنشر أخبار كاذبة وتنشر معلومات خاطئة عن ألمانيا إلى آخره أيضا اليوتيوب شددوا سياستهم ويقومون بغلق جميع الصفحات وجميع القنوات التي تشكك بجميع اللقاحات يعني أي قناة أو أي فيديو يشكك بفعالية اللقاح سوف يتم غلقه على اليوتيوب واليوتيوب قامت بغلق 130 وحدفت 130 ألف فيديو كانوا يشككون بفعالية اللقاحات كيفما كان هذا اللقاح سيتم قالت سأل يوتيوب بأن سياستها الجديدة ستحدف كل شيء أصدقائي إذن كانت هذه أصدقائي أهم أخبار ألمانيا شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء